معي من موسكو المحلل السياسي والخبير في شؤون الشرق الأوسط الدكتور أندري استيبانوف أهلا بك سيد استيبانوف إذن مناطق ومدن الغوطى الشرقية تخرج عن سيطرة المعارضة المسلحة الواحدة تلواء الأخرى ما أسباب هذا الانهيار السريع؟ أظن أن الدربة أو استسال هذه ورمة الإرهاب الخبيثة على جسم العاصمة السورية كان شيء ضروري من زمان ولكن أظن أن هناك عاملين في رأيي العامل الأول تجميع وتركيز القوات السورية وبذل أقصى الجهود لتحرير غوطى الشرقية ثانيا تعب الناس تحت سيطرة المتطرفين وسعيهم للخروج عن سيطرة الإرهابيين والمتطرفين في غوطى الشرقية وأظن أن هذين العاملين الأساسيين في سرعة تحرير غوطى الشرقية ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر